من اللافت أن تحتفل الحكومة الحالية بمئوية تأسيس الدولة العراقية في وقت دمرت فيه معالم الدولة خلال مئة عام مضت وجعلت العراق يعيش واقعا مأساويا نتج عنه خمسة ملايين يتيم وثمانية ألاف مفقود وأكثر من مليون طفل منخرط في سوق العمل وألف مدرسة طينية وفقا لتقرير مفوضية حقوق الإنسان في العراق التي اتهمت السلطات الحكومية بهذه المأساة وعدم قيامها بواجبها واقع الحال في بلاد الرافدين يؤكد تدني مستوى التعليم والزراعة والصناعة ويشير إلى انتهاكات جسيمة في كل المجالات لا سيما حقوق الإنسان وما يقع عليه من ظلم واعتقال وتغيب قسري وتهجير وتغيير ديمغرافي يستحيل معه الاحتفال بمئوية الدولة العراقية فلم يبقى شيء يسمى دولة في ظل الفساد الحكومي الذي قوض ركائز الدولة الحديثة فإذن الخطر والخوف على العراق أولا مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الظاري قال إن شركاء العملية السياسية يعملون على دمار العراق سواء اتفقوا أم اختلفوا على تقاسم المناصب فيما حذر وزير المالية الحالي علي علاوي من عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة وأن أغلب المشاريع وقفت وراءها دوافع شخصية فضلا عن وجود ضياع كبير بالأنفاق المالي بسبب سوء استخدام الموارد أما مرصد آفاد الحقوقي فقد كشف عن وجود خمسين ألف معتقل وخمسة وعشرين ألف مختف قسرا في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين منذ عام 2003 مؤكدا أن العراق شهد جرائم حرب وإبادات جماعية وعمليات تهجير ممنهجة منذ الغزو الأمريكي للبلاد بينما أكد الميثاق الوطني العراقي على أن احتلال العراق وما رافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان هي جرائم إبادة ضد الإنسانية لجنة حقوق الإنسان النيابية اعترفت أن الحقوق في العراق لا تزال تنتهك دون مراعاة للمعايير الدولية وهي انعكاسات للتقسيمات التي استجدت بعد 2003 في وقت تحتفي فيه الحكومة الحالية بمرور مئة عام على تأسيس الدولة محذرة من تداعية تشكيل الحكومات وفق نظام المحاصصة والتوافق بين الأحزاب في وقت أصبحت فيه مقدرات البلاد رهينة إيرادات خارجية وولاءات للطوائف والأحزاب ما ينظر بانهيار العراق